مرحبا بكو بأفاكيان وطول بأفاكيان دايما الناس بتعلق وتقول ليستو تواكي أنا جماعة بصور بالبركة شوية بتليفون ما بيستن معاهات مفيش ميديا كلام مثله شجال ببركة ربانا سبحانه وتعالى ثم انتو اللي بتدعمونا على الكلام اللي احنا شجالين فيه وتشديح كلنا هو اللي بيخلينا نعمل جديد وي النهاردة هنشوف ديب المصر ديب المصر ده من الحيوانات اللي هي ايه خد يا شرار شرار من الحيوانات اللي هي اتبر صلة في الصحرة او في الغطار دايما تأكل الحاجات الكيفة والرمة فاحنا بنوكلها عيش ونحاول ان احنا هديها ونخلىها تقلف على المكان وعلى اللقيشة وعلى الناس وبرضو الناس تقدر تربيها في البيوتة وفي الفيلة زي الكلاب الولف كحراسة وبيقلف وبيأكل عيش بفوائد من اللحمة لحمة جاملة فوائد يعني كده بنعملها فايدا ملاك ونغمس العيش ونعمل الديب ده انا بسميه شرار لان الديب مهما يطلع ولا يطلع هو ديفا يعني حيوان رمة ديفا بسميه شرار واللي تهيبتحته اسمها بوزيريكا اه تعا نتفرج ما باعدنا تديب ده بيأمنيه ونحكي لكم دوه افضل عشان الصوت يبار شرار شرار بص يا شرار بص يا شرار بص يا شرار 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 القديمة جماعة في حاجات مميزة عن الحيوانات اللي في العائلة الحيوان ما بيكتبش ما بيعرفش يخدع يخاف من الاضاءة والنور والصحرار خواف جدا لكن يقال ان هو ايوان هيكلم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يقال انا بارك ما عرفش ما بيعرفش يتكلم فيها بس اللي انا سامعه من اللي قبلنا والسئاري والفي حواهيد ان الديف ده يوم القيامة هيكلم ربنا سبحانه وتعالى وكل حاجة بطيل من حوله حتى جسده وشعره واضافه تبسك في الصف يقول له ربنا وعزتك وجلالك لو اعرف القوة دي فيك ما كنت يخليه مخلوق على وجه الارض انا معرفش انا بحكيها لكم زي ما بسمحها من الناس حيوان ما بيكتبش ودليل على ذلك لما سيد يوسف عليه السلام اخواتي والفاده عليه طلع سيد العقوب سأل الزئب انت كالك يوسف جلو معنى ذلك النتيبة من الارض حيوان ما بيكتبش ودليل على ذلك لما سيد يوسف عليه السلام اخواتي والفاده عليه وقالوا الزئب طلع سيدنا العقوب سأل الزئب انت كالك يوسف جلو سأل الزئب معنى ذلك النتيبة بيعرفش بكت رغم انه هايوان جيفة وهيوان وحش بس ما بيعرفش بكتب اخد يا شارون شارون تعال شارون خل نعم يلا بص بق حلو كده شارون يا ولد يا شارون يا ولد يا ولد خد يا شارون شارون تخصوا وقلوا دول مع بعض كده تخصوا لأكثر كفا من اللي غلب شارون ولا كوزوليكا ها كوزوليكا أفضر ودي شارون اللي هو الولد دي شارون اللي هو الولد ودي كوزوليكا ده ربي يقلب لبنتك بحراسك يحراسك يأكل حاجات طايفة تنفع تجيب كلام المؤربة لوجيا سمانيا وشكريا وتجوزهم وتهجنهم مع بعضهم وفي بعض الشابات في مصر عملت جدا كده يعني بنحاول نعمل حاجات جديدة وسوكة برضو زعلانة ان هي ما بتاكلش يعني نحاول تجيبها برضو رضيها يا حمادة سوكة ولا سوكة خلاص خلاص يلا خللنا على الموسم التزاوج بتاعكم التزاوج يتزاق في المصري يتجوز شهر من شهر واحد شهر تلاتين يتزاق يتجوز مرة واحدة في السنة يعني يتجيب عيال مرة واحدة في السنة التزاوج بتاعه بيتم زي زي الناس زي الكلاب الضلة لانه حيوان بيعتبر ضل الولجة بتاعه بتتراوح من واحد ممكن يجيب لحد سبعة في الباب ودي حصلت قبل عندنا قبل كده وجاب سبعة عندنا وصورناهم ومساعدهم حيوان حياله ومش وهمش يترقى ويقلب ويقلب من ضمن الخراسة ومن حيوانات المشكلة الجنمية وجررنا ويشرفنا ونورنا وكل سنة شكرا لك شكرا لك